هذه هي مدرسة قحطان الشعبي في مدرية طور الباحة التي تأسست في سبعينيات القرن الماضي ولتزال تعاني من عجز في الكادر التربوي في بعض التخصصات كالرياضيات واللغة الإنجليزية بالإضافة إلى اختقارها للكتاب المدرسي والوسائل التعليمية كالمختبرات والمعامل بالنسبة للعملية التعليمية والله هنا تعاني الكثير من النقص من جانب الكتب وبرضه حالة الكثير من المعلمين إلى التقاعد سبب عجز وتوقف برضو التوظيف من عام 2011 سبب عجز أكثر يعني هناك باتت مدرسة قحطان الشعبي للبنات بحاجة إلى توفير الكادر التربوي ولا توفير الكتب وباتت حاجة ملحة وضرورية يعني نعاني كثير من نقص من الكتب المدرسية ومن نقص من العلمين لأننا في حالة تقاعد وعدم التوظيف خلال سنوات الحرب وعدم وجود الأنشطة في مدارسنا يعني زي المدن مدارسة والمسابقات والوسائل التعليمية هنا في عزلة شعب ظلت هذه هي المنطقة الرائدة لسنوات في إقبال الفتيات على التعليم أكثر من غيرها من عزل المديرية إلا أنه لوحظ خلال سنوات الحرب تراجعاً في نسبة الإقبال حيث تسربت فتيات من المدرسة لأسباب عدة أبرزها عدم عودة بعض الأسر النازحة قراء شوح مياه الشرب في المنطقة والإحباط الذي خلفه نقص المعلمين وعدم توظيف نظيراتهن من الخريجات فضلاً عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية المترتبة نتيجة الحرب ظروف الأحداث الأخيرة أدى النزوح كثير من السكان فبعض السكان لم يتمكنهم العودة إلى المنطقة وعانت كثير من الطلبة لهم مشاكل نفسية بسبب الأحداث التي عانتها المنطقة إلى الآن لم يتمكنون من العودة إلى كثير من السكان فأعنى الثلاث beam الطلاب في تناقص في المدرسة بسبب مشاكل النزوح وسط كل هذه الظروف التي تعيشها طول الباحة في زمن الحرب وانعكاساتها لا يزال المعلمون أيضا يشكون من تدني رواتبهم مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة وعدم توظيف زملائهم المتطوعين بدلا عن أولئك المحالين للتقاعد كما أن غياب المراقع التعليمية وعدم اهتمام وزارة التربية والتعليم والمنظمات المعنية بواقع التعليم في المنطقة ضاعفا من مشاكل هيئة التدريس في المديرية ما تسبب بترد أوضاعهم الحياتية سلام حبدالوهاب فناتوا بالقيس لاحق